افينجر نظام للصواريخ الدفاعية الجوية قصيرة المدى ينوي الجيش الامريكي نشرها في العراق وسوريا بعدما دخلت هذه المنظومة الخدمة لأول مرة في الشرق الاوسط اواخر العام الماضي الهدف الاساسي من نشر المنظومة الجديدة وفقا لتقرير نشرته مجلة فوربز الامريكية هو ردع الهجمات بالطائرات المسيرة بدون طيار بعدما اصبحت هذه الطائرات سلاحا اساسيا يستخدم في الحروب وشن عمليات نوعية لسيما وان الطائرات المسيرة تستخدمها الجماعات المسلحة وعلى رأسها الميليشيات المنتشرة في المنطقة تقرير مجلة فوربز قال ان توجه واشنطن لنشر نظام صواريخ دفاعية متحرك هو بمثابة رد فعل على التهديدات المتزايدة ضد القوات الامريكية المنتشرة في العراق وسوريا حيث من المحتمل ان يكون نظام افينجر هو افضل نظام متاح لصد التهديدات المتزايدة للطائرات المسيرة التي تحلق على ارتفاع منخفض بالاضافة الى صواريخ كروز والطائرات المروحية لسيما بعد التهديدات الايرانية للقواعد العسكرية التي تضم جنودا امريكيين في سياق الصراع على تقاسم النفوذ وايضا بسبب الهجوم الذي شن على العاصمة السعودية الرياض انطلاقا من الاراضي العراقية اضافة الى الهجمات العديدة التي استهدفت قواعد امريكية في العراق واخرها الهجوم على قاعدة عين الاسد في الانبار قائد القيادة المركزية الامريكية الجنيرال كينيث ماكينزي صرح بان الطائرات المسيرة تعد الخطر الاكبر على القوات الامريكية في العراق بعد ان كانت العبوات الناسفة تحتل المرتبة الاولى في سلم المخاطر الامنية وهو ما يفسر الدافع لنشر منظومة افينجر وسط تكهنات لمختصين بان يكون نشر هذه المنظومة على غرار نشر منظومتي باتريوت وسيران في العراق هدفه ليس فقط صد الهجمات وانما لهدف ابعد يتمثل في مواجهة واسعة محتملة لقوات التحالف الدولي ضد الميليشيات الموالية لايران فيما يرجح اخرون بان يكون نشر المنظومة الجديدة افينجر مؤشرا لترسيخ وجود طويل الامد للقوات الاجنبية في العراق خاصة الامريكية منها